مسلا السؤال هنا هل السيد طريق شوقي مسلا وزير التعليم ممكن يحتمل البرلمان وهو بقى يحاسب ويسائل ويحتاج ويختلف هل ده سؤال مهم لانه من يوم ما جه وهو برضه في حالة الحماية والسياج اللي حواليه اصلا بيطور التعليم ومحدش ايه يزعله اصلا بيطور التعليم وعايزين شو بس هيعمل ايه وبالمناسبة المناسبة الاختيارات الوزراء وكده الشائع يقولك ان الرئيس سيسي هو اللي اختار طريق شوقي وزير التعليم سيد الدكتور طريق شوقي انا بقول لكم المؤكد ان اللي اختاره مهند شريف اسماعيل هو اللي تحمس لدكتور طريق شوقي وزير التعليم وهو اللي طرح اسمه وملفه على الرئيس والرئيس اقر الاختيار طالما كان متحمس له السيد شريف اسماعيل وقته فبس عشان في امور وهتوديني بقى لطريق الاختيار برضو لكن النقطة هنا احنا قلت لكم ان احنا نفتح الباب ولا نقفل الباب لكن لنا متأكد منه ان احنا فيه تعديلات وفيه تغييرات وزارية او على الاقل يعني متأكد ان فيه نية له فيبقى السؤال نختار ازاي نختار ازاي زي ما قلت الاختيار دي مهمة الرئيس ومسئوليته وتصديق على الاختيار لانه رئيسه اللي هيكلف هو بيكلف رئيس الوزراء رئيس الوزراء بيختار وزراء ثم يقدم التكليف للرئيس يتبعت للبرلمان البرلمان يصدق طيب عندك حكومة طيب الرئيس بيختار ازاي اقول لك ما رئيسي بيختار ازاي من سنة اتنين وخمسين بيختار اللجوء الى ملفات الى اجهزة بتقدم ملفات المرشحين للرئيس ملفات وغالبا الاجهزة دي او الجهات دي جهات امنية او رقابية بتقدم الملفات وده طبيعي ومنطقي على فكرة لكن وبعض المصادر او الجهات الموضع ثقة الرئيس بتطرح له اسماء ايضا لكن الحقيقة الكتلة الرئيسية بيجي من رئيس الحكومة المختار المكلف هو اللي بيقعد يشتغل على مين ييجو وزراء ونجي من مين ونقر مين ونغير مين طيب بيجي من اين بقى رئيس الوزراء نفس الحكاية اما جهات واجهزة رقابية او امنية او دوائر هو نرشح مين طبعا انا مش هفتح الباب لشهادة من شهاداتي يعني على اختيار حكومات لان انا حضرت اختيار حكومتين يعني وزير وزير وطريقة الاختيارات وما الى ذلك لكن انا هنقول ده كان ظرف استثنائي في مصر في فترة ما بعد 25 يناير وما بعد 30 يونيو لان انا تجربتي في حكومة عصام شرف وفي تجربتي في حكومة حزم الببلاوي لكن ما احترامي طبعا للناس كلها والقابة ومكانتها العلمية والسياسية لكن في المحصلة هنقول دي يعني دي شهادات لا علاقة بتوقيت بلد وفترة انما العادي المتبع المستقر عليه مع دولة زي الدولة المصرية وبمناسبة الدولة المصرية بتتحرك حركة افيال مش بتتحرك حركة فهود يعني مش بتقفز ورشقة الخركة وسريعة الاداء والحاجات دي لا على الالف فيما يقص قرارات التغديل والتغيير حركة محافظين حركة حتى رؤساء احياء بتاع دي كلها بتبقى بإقاع الافيال مش بإقاع الفهود قفز وجري ووثب ويعني ونفاز ووصول لا فمن 52 القصة شغالة كده انه هو الترشيحات بتبقى من جهات تصعب بهذه الترشيحات للرئيس او رئيس الحكومة ويبدأ طرحة هذه الاسماء واختيار من بينه طيب فين هنا اذا كنا بنقول ده موضوع له علاقة بالدولة ايه علاقة المجتمع بالحكاية دي فضع لانه ايه علاقة المجتمع بالحكاية دي والمجتمع ده مش حاجة واحد المجتمع ده جمعيات ونقابات واحزاب المفروض بقى ان يبالهم دور ازاي يبالهم دور ما هو احنا قلنا اللي هم بيختاروا ولا هم بيصدقوا انما الدور في الطرح في الطرشيح في التقديم في التسكية ده حاجة مهمة جدا لانه احنا بنسمع طول الوقت من المسؤولين ان احنا مش لقين حد طب نجيب مين طب فين طب وروني ايه وانا اتعاون معه اجيب يعني ليه با لانه المجتمع اتعاون طول الوقت على التغيير من اعلى وانه تعديل وزاري او تغيير وزاري امر لا يعني المجتمع مش مش موضوعه يعني ده ما ظنيش انه المفروض يستمر ليه لانه زي ما شفنا كده قرارات بتطلع من الحكومة المفروض بتأثر على الشارع شخصيا المفروض كمان ان الحكومة تقنع الشارع المفروض الحكومة هي بتخاطب الشارع وبتقول للناس يعني من ضمن الحاجات اللي المطلوبة فعلا يبقى عندنا مراكس بحسية او جمعيات او او حتى احزاب بتعمل لجان تقيم اداء الوزراء واداء كل وزير طب يعني فيها عندنا اكيد الاجهزة الرقابية بت بتقيم اداء بس بالزاوية دي بتاعت الرقابة بتاعت مخالفة القواعد وصرامة اللوائح ونزاهة الزمة ونظافة اليد الحتة دي رقابية فهي معنية بدا زي بالضلط الاجهزة الامنية هي معنية بانضباط الملف ده او الوزير ده مع السياسة الامنية مش عامل لنا قلق مالوش اتصالات يعني مثيرة للاهتمام مالوش دواير النفوذ عليه فبالمنطق الامني ده في حدود الامن فدي يقول لها نظرات نظري يعني وجهات نظر وزاوية نظر يعني تستحق الاحترام لكنها ضيقة تخص اصحابها احنا عايزين نظرات اوسع نظرة اوسع ارحب اشمل يبقى فيها كل يبقى فيها المسألة الرقابية ولا شك يبقى فيها المسألة الامنية ولا شك احنا مش المفروض نجيب مسؤولين يعني يزعجون امنيا لكن يبقى فيها الاداء بقى مع الشارع ادر يعمل كان ايه المطلوب من الوزير هننفذ المطلوب منه الى اي حد باي قدر باي نزمة نجاح باي طريقة هل قادر على ادارة الملفات اللي في ايديه كلها واللي هو الوزارة فيها كذا ملف فهو بارع وناجح في ملفات وضعيف في اخرى طيب هل حصل توافق على قراراته وعلى اجراءاته وعلى اداءه هل احنا اصاد وزير او وزيرة عملوا صنعوننا ازمات بتصريحات او بسياء او بمواقف او باجراءات اه ام كان فيها كلفة على الدولة بينما ما كانش فيها اي يعني اضافة ولا كان ممكن تتعمل هل اقنع هل اقنع الوزير او الوزيرة جمهور جمهور القطاع اللي مسؤول عنه ثم جمهور الشعب عموما بقراراته عنده كارزمة عندها كارزمة بيطلعوا لما بيخطبوا الرأي العام وبيكلموه في تلفزيون في مؤتمر صحفي في وقفة في يعني في ندوة في لقاء في منتدى في منقشة مع الرئيس على الهواء من ضمن يعني جوالات رئاسية هل عندهم يملك الكارزمة الناس شايفينهم حاجة مقتنعين بيهم حبينهم اوالله يعني يطرحوا شيء مختلف اوالله ده ناس كوي ده كل ده موضع تقييم فضلا معل موضع تقييم اخر وهو هل ده يساوي الاداء ده يساوي طموح المجتمع احنا لو جبنا كل وزارة وكل وزير واشتغلنا على ان ده معايير التقييم وبدأنا كمجتمع مدني يعني يطرح ويقول او ان انا محتاج ايه من الوزارة دي ايه معايير اللي انا عايزه من الوزارة دي او من القطاع ده ده هي بحاجة مهمة جدا لانه كمان احنا احنا عندنا تحديات كتيرة تحديات داخلية بما فيها ازاي انا انقل المجتمع والدولة الى مرحلة متقدمة في الخدمات وفي الرفاهية وفي يعني تلبيت احتياجات المواطن وما بين انه انا اسأل نفسي في تحديات خارجية برضو انا فين من العالم مؤشراتي انا مؤشرات القطاع اللي انا شغال على ايه ده او الوزارة اللي انا فيها دي مؤشراتها في مؤشرات العالمية اخبارها ايه احنا فوق ولا تحت احنا بنتقدم ولا بنتأخر طيب ده نتيجة مشاكل عند الوزير اصلا ولا مشاكل داخل الوزارة او مشاكل داخل القطاع او مشاكل مسؤولة عنها الحكومة كلها او مشاكل مسؤولة عنها الواقع الكوني وارد اشتركوا في القناة